أعزائي المتابعين اليوم راح تكلم معاكم عن الأسئلة المتكررة في المسالك البولية وموضوع حلقة اليوم التهابات لبرستات المزمنة أو المسمى الحديث آلام الحوض المزمن طبعا ما هي هذه الحالة؟ ما هي الأعراض؟ ما هي وسائل التشخيص؟ وما هي وسائل العلاج؟ وأخيرا ما مستقبل الحالة؟ هذه أكثر الأسئلة التي نسأل عنها حالة التهاب لبرستات المزمنة هي عبارة عن حالة يشعر فيها المريض بآلام متكررة على الأقل ثلاث شهور وفوق في الأماكن الجنسية المهمة من ضمنها العضو الذكري الخصيتين أو في البطن في أسفل البطن أو أسفل الظهر وممكن ينتقل الألم إلى الرجلين والقدمين وممكن يصعد إلى أعلى البطن من ناحية الظهر فهذه باختصار آلام متكررة في المناطق المذكورة طبعا هل هناك أعراض أخرى؟ نعم قد يصاحبها أعراض بولية منها حرقان في البول أو صعوبات في البول أو تكرار وتقطيع في البول وأخيرا قد يصاحبها أيضا أعراض جنسية هناك نسبة من الحالات معرضة للتوتر والقلق وحتى الاكتئاب ممن يعاني من هذه الحالة فهناك أعراض نفسية مصاحبة وأخيرا هناك أعراض عضلية فالشخص الذي يعاني من الحالة هذه قد يعاني من صعوبة فإن يجلس على المنطقة التي فيها الألم بسبب تهيج المكان السؤال اللي بعده ليش تصير الحالة هذه؟ أو ما هو المشكلة في الحالة هذه؟ الجواب هناك تهيج في منطقة البروستات والأنسجة المحيطة ونوعية وكيفية حدوث هذا التهيج غير معروفة علميا إلى الآن فطبعا جزء بسيط منها هو التهابات بكتيرية بنسبة 10% من الحالات أما نسبة 90% من الحالات لا يوجد بكتيريا في البروستات طبعا كيف نشخص البكتيريا؟ نقوم بإجراء تحليل البول أو تحليل إفراز البروستات أو تحليل السائل المنوي للتأكد من عدم وجود بكتيريا في السائل المنوي العلاج إذا وجدت بكتيريا نعطي مضادات حيوية لفترات تتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر أما إذا لم توجد بكتيريا فنعطي أدوية تحسن هذه الحالة ليس هناك دواء واحد متفق عليه العلاج الحالة هذه فممكن نستخدم أدوية البروستات وممكن نستخدم بعض أدوية الأعشاب وممكن نستخدم بعض المسكنات ومضادات الالتهابات وأيضا حتى ممكن نستخدم بعض الأدوية النفسية لأنها تعمل على أعصاب الحوض ومنطقة البروستات مستقبل الحالة المهم أنك تعرف يا أخي إذا تعرضت للحالة إنها آمنة ليست خطيرة لا تؤدي إلى سرطان أو أورام ولكن عيبها مزعجة فمحتاجة إلى تأقلم وصبر وفهم دقيق للحالة هذه وأيضا محتاجة للمتابعة ونتمنى السلامة للجميع